بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله إياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس سنن العيدين ولكن قبل أن نبدأ في هذا الدرس دعونا نتذكر أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن ما يتعلق بصلاة العيد وأخذنا حكم صلاة العيد وقلنا أنها بالنسبة للرجال هي فرض كفاية إذا أداها من يكفي سقط الإثم عن الباقين أما بالنسبة للنساء فإن صلاة العيد سنة في حقهن ولكن تكون بشروط معينة أن تكون غير متطيبة ألا تظهر ثياب زينة أن تصلي في المصلى الخاص بالنساء وتحدثنا عن وقت صلاة العيد وقلنا أنه يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا وينتهي وقتها قبيل زوال الشمس وأخذنا أيضا صفة صلاة العيد وقلنا أنها ركعتان بلا أذان ولا إقامة يجهر فيهما الإمام بالقراءة يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر بعدها ست تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة ثم يتعوذ من الشيطان ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له من القرآن ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بصورة الأعلى فإن قرأ بصورة الأعلى قرأ في الركعة الثانية بالغاشية وإن قرأ بصورة قاف قرأ في الركعة الثانية بصورة القمر أما في الركعة الثانية فإنه يقوم مكبرا تكبيرة الانتقال ثم يكبر بعدها خمسة تكبيرات ويكمل الركعة كما فعل في الركعة الأولى وأخذنا أيضا أنه بعد أن يصلي يخطب خطبتان ويحث المصليين على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته وإن كان في خطبة صلاة العيد فإنه ينبغي للخطيب أن يرغب الناس في ذبح الأضحية ويبين لهم أحكامها الآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى درسنا الجديد سيتحدث عن سنن العيدين سنن العيدين نطرح هنا سؤالا ونقول ما الذي يمكن لمحمد وأفراد أسرته فعله قبل الذهاب لصلاة العيد قبل أن نذهب إلى صلاة العيد هناك مستحبات يستحب لنا أن نفعلها قبل أن نذهب نريد أن نذكر مثلا ثلاثة من هذه المستحبات التي ينبغي أن نفعلها قبل أن نذهب إلى صلاة العيد نقول من ذلك أحسنتم الاغتسال الاغتسال والتنظف هذه من المستحبات لأنك ستجتمع بالناس وتختلط بهم فيستحب لك أن تذهب إليهم وأنت في حال نظافة وطهارة أيضا من الأمور المستحبة أن نقول أحسنتم لبس أو لبس أجمل الثياب أن تلبس أجمل الثياب وتتزين فهذه أيضا من المستحبات أيضا من ذلك التطيب فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الطيب في جميع أحواله فإذا كان في اجتماع الناس حرص على الطيب أكثر وأكثر فلذلك الطيب من المستحبات التي يحرص عليها الإنسان الآن نأتي إخواني وأخواتي إلى سنن العيد فيوم العيد هو يوم عبادة وشكر ويوم فرح وسرور لذلك يستحب للمسلم في هذا اليوم أن يأتي أو أن يفعل أمورا مستحبة من هذه الأمور المستحبة أولا الإغتسال كما ذكرناه قبل قليل فيغتسل الإنسان ويتنظف قبل ذهابه إلى صلاة العيد لأنه كما قلنا سيجتمع بالناس ويختلط بالناس فلذلك ينبغي أن يذهب إليهم وهو في حال نظافة أيضا من المستحبات لبس أجمل الثياب أن يلبس أجمل الثياب التي لدي حتى يظهر في مظهر جميل ومظهر أنيق فلذلك يستحب له أن يلبس أجمل الثياب لدي أيضا من السنن التطيب وهذا فيما يتعلق بحق الرجال أن يتطيب قبل الخروج إلى المصلى حتى يكونوا برائحة طيبة أيضا من السنن أكلوا تمارات قبل الخروج لصلاة عيد الفطر ويأكلهن وطرا بمعنى أنه إن كان عيد الفطر فيستحب له أن يأكل تمارات قبل أن يذهب إلى صلاة العيد وهذه التمرات تكون وطرا يعني إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع إذن تكون وطرا هذا من المستحبات أما في عيد الأضحى فمن السنة ألا يأكل شيئا حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته وإن لم يكن له أضحية أكل إن شاء قبل خروج أيضا من السنن الخروج إلى المصلى ماشيا أن يخرج إلى المصلى ماشيا إن كان يطيق ذلك فإن هذا هو الأفضل أيضا من السنن أداء الصلاة في مصلى والمقصود بالمصلى أن يكون المصلى خارج البنيان أو أن يكون في أرض فلاه فهذا هو الأفضل وإلا فإنه يجوز أن يصلي في الجوامع لكن لو وجد المصلى فإنه أفضل في حقه أيضا من السنن الذهاب إلى المصلى من طريق والرجوع من طريق آخر وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم على من في هذا الطريق وإذا رجع من طريق آخر أيضا سلم على الناس في الطريق الآخر وهذه من السنن التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكرنا سنن العيدين تأتي أيضا هنا سنة ينبغي أن نحرص عليها وهي التكبير في العيدين فالتكبير في العيدين سنة ينبغي أن نحرص عليها في أيام العيد وكذلك في أيام عشر ذي الحجة ففي عيد الفطر يشرع التكبير لقوله سبحانه وتعالى وَلِتُكَمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وكذلك يشرع التكبير في عيد الأضحى بدليل وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذه صفة التكبير التي وردت لكن السؤال متى وقتها نقول وقت التكبير في صلاة أو في عيد الفطر يكون من ثبوت دخول شهر شوال حتى صلاة العيد فإذا غربت الشمس وثبت أن غدا عيد فيبدأ بالتكبير إلى أن يصلي العيد وأما وقته في عيد الأضحى فهو من ثبوت دخول شهر للحجة حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر منذ الحجة وبالنسبة للتكبير هو سنة كما قلنا يجهر به الرجال في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أما النساء فتسر بالتكبير نأتي إلى التهنئة بالعيد ونقول أن التهنئة بالعيد سبب للمحبة وتأليف القلوب وفيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وهذه من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى نأتي الآن إلى هذا النشاط ونتشارك فيه سويا نقول أهمية زيارة الأقارب والأصدقاء والجيران لتهنئتهم بالعيد ما رأيكم ما هي الأمور التي نذكرها حيال هذه العبارة نقول أولا نعم أحسنتم صلة الرحم فإن صلة الرحم فيها زيارة للأقارب والأصدقاء والجيران وأيضا فيها تهنئة بالعيد أيضا من ذلك التأكيد على الروابط الاجتماعية أيضا من ذلك زيادة المحبة والألفة بين الناس الوسائل المناسبة لمشاركة الآخرين فرحة العيد نريد أن نذكر بعض الوسائل التي نستطيع من خلالها أن نشارك الآخرين فرحة العيد فنقول الاتصال بهم وزيارتهم وتهنئتهم أيضا نقول من ذلك تقديم بعض الهدايا لهم أيضا نقول من ذلك إرسال الحلوى والمأكلات لهم فإن هذه أيضا من الطرق التي نستطيع أن نهنئ بها الآخرين بهذا العيد المبارك الآن نأتي إخواني وأخواتي إلى التقويم ونتشارك سويا في حله السؤال الأول ما المكان الذي يسن إقامة صلاة العيد فيه قلنا أنه يسن أن يكون في مصلى السؤال الثاني يقارن بين عيد الفطر وعيد الأضحى نقول أن عيد الفطر يبدأ من ثبوت دخول شهر شوال وأما عيد الأضحى فيبدأ في اليوم العاشر من ذي الحجة السؤال الثالث أذكر ثلاثة من المستحبات يوم العيد نقول من ذلك الإغتسال من ذلك لبس أجمل الثياب من ذلك التطيب نأتي إلى السؤال الرابع نملأ الفراغات الآتية يبدأ التكبير في عيد الفطر من أحسنت من ثبوت دخول شهر شوال حتى نعم حتى صلاة العيد وأما في عيد الأضحى فيبدأ من ثبوت دخول شهر ذي الحجة أي من واحد ذي الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق السؤال الخامس ما صفة التكبير في العيد أن نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله تعالى نلتقيكم في دروس قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته